تبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول لا سيما خلف الإمام هذه نعمة أخرى أيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لا يستهموا يعني يقترعوا لا اقترعوا وهذا يدلنا على فضل الصف الأول و كذلك الدنو من الإمام كما جاء في الحديث الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من يبكر إلى صلاة الجمعة قال و دنى من الإمام ف الدنو من الإمام نعمة من نعم الله و لذلك أنا ألاحظ يعني ما يقع فيه بعض المصلين هداهم الله من خطأ و تفريط في فضل عظيم يجي اللهم بارك مبكر للمسجد و يروح في الزاوية أو في آخر الصف اليمين و لليسار أو يجلس في الصف الخلفية على شان يسن الظهر و يفرط في هذا الأجر الأجر أنك تكون خلف الإمام في الروضة هذه الروضة اللي خلف الإمام و إن كان طبعا مجازا نقول روضة خلف الإمام تصلي خلف الإمام أو تدلو من الإمام فهذه نعمة من نعم الله يبقى قضية الآن أنت الآن أمامك مسألة و هي أن تصلي في هذا المكان لا إلى سترة و تحرص على أن تحصل على فضيلة الصلاة خلف الإمام أو تصلي إلى سترة في غير هذا المكان و قد يفوتك هذا المكان فيسبقك إليه آخر فهنا تعارضت عندنا مصلحتان تفوت تحصل أيهما أكبرهما و أكبرهما أنك تصلي خلف الإمام و لو إلى غير سترة و لو إلى غير سترة تصلي في هذا المكان أفضل لماذا؟ لأنك بهذا سابقت سبقا عظيما بالصف الأول و التبكير و خلف الإمام و فاتتك سنة لكن عندك فضائل كثيرة في مثل هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر